بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد الله تعالى وأثني عليه وصلي وأسلم على نبينا محمد صلواته ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين في الدرس السابق تحدثنا عن فائدتين من فوائد معرفة أسباب النزول كما ذكر هذا من ألف في كتب علوم القرآن ومنهم الشيخ مناع القطان فتكلم عن بيان أن من فوائد معرفة أسباب النزول بيان الحكمة التي دعت إلى تشريع الأحكام وإدراك مراعاة الشرع للمصالح في علاج الحوادث وذكرنا بأن هذا من أهم الأمور التي تتعلق بمعرفة الشرع واستنباط الأحكام وأن الفقيهة حقا هو من عرف علل الأحكام كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم كان آخر ما تكلمنا عنه تخصيص أنه من فوائد معرفة أسباب النزول كما ذكر في الكتاب وذكر غيره كذلك تخصيص حكم ما نزل أو تخصيص حكم ما نزل إن كان بصيغة العموم بالسبب عندما يرى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ هذا قبل الأخير ذكرناه وذكرنا بأن هذا فيه إشكال وأن الراجح هو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما سيأتي تفصيل ذلك في قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ثم ختمنا بفائدة وهي إذا كان لفظ ما نزل عاما وورد دليل على تخصيصه فمعرفة السبب تقصر التخصيص على ما عد صورته وشرحنا ذلك بناء على ما ذكره المؤلف والمثال على ذلك هو قول الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعينوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم وأنها نزلت في شأن من قذف عائشة رضي الله عنها وقد خصص هذا الحكم بما ورد في قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصرعوا فإن الله غفور رحيم فالاستثناء والتخصيص هنا لا يرجع إلى كل مرمى محصنة لكن لا يرجع إلى مرمى عائشة رضي الله عنها ويلحق بها بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه الصورة على وجه الخصوص هي سبب نزول الآيات فلا يخرج منها يعني فلا يخرج من العموم الصورة التي هي سبب لنزول الآية وذكرنا أن في هذه الفائدة نظر وممن حرر هذه الفائدة وتكلم عنها أصحاب الموسوعة القرآنية المتخصصة وهي موسوعة مهمة سبقا أشرت إليها في كتب علوم القرآن وذكرت أن هذه الموسوعة من الموسوعات المهمة التي يحتاج إليها طالب العلم العلم خاصة المتخصص طبعا مبحث أسباب النزول في هذه الموسوعة كتبه الأستاذ الدكتور محمد السيد جبريل ذكر في هذه المسألة لما تكلم عن هذه الفائدة وشرح ما سبق أن أشرنا إليه أن الآية التي ورد فيها الاستثناء العام مخصصة لعموم إن الذين يرمون المخصنات الغافلات المؤمنات قال ولكن لا ينبغي أن يقاس في هذا التخصيص قبول توبة من يقذف عائشة رضي الله عنها أو إحدى أمهات المؤمنين على قبول توبة قاذف غيرهن فقاذف غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن قاذف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أم هو صورة السبب التي نزل عليها الحكم في قول الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات وعليه فيمتنع أن تخرج صورة السبب من النص العام من نازل عليها بالتخصيص الوالدي في الآية الثانية بل يقتصر هذا التخصيص على ما عدا صورة السبب فلا يكون لقاذف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توبة هذا ما ذكره أهل العلم وذكره هنا ثم علق فقال لكن الآية التي معنا قد تخرج على اعتبار أن الوعيد الوالد فيها التي هي إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم قال قد تخرج على اعتبار أن الوعيد الوالد فيها إنما هو لمن أصر على القذف ولم يتوب وعلى هذا فهو أصلا لا يدخل في التخصيص أصلا وأن ذلك يكون في حق القاذف المصر عموما سواء كان قذفه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو لغيرهن وعلى هذا فلا حاجة لهذه الفائدة أصلا قال كما يمكن تخريجها على اعتبار أن الوعيد الوالد فيها خاص بمن قذف عائشة رضي الله عنها أو إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا بعد نزول ما نزل في شأن عائشة رضي الله عنها من القرآن يعني أن يكون القذف الذين تاب الله عليهم الذين قذفوا عائشة كانوا قبل نزول الآية بعد نزول ما نزل في شأن عائشة لا يدخل من قذفها في التخصيص وإنما يبقى له الحكم العام الذي دلت عليه الآية قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها يعني بذلك عائشة رضي الله عنها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر لأنه معاند للقرآن وفي بقية أمهات المؤمنين قولا أصحهما أنهن كهي والله أعلم على كل حال انتهى ما أورده في الموسوعة القرآنية المتخصصة فيما يتعلق بهذه الفائدة يبقى أن عندي في هذه الفائدة إشكال خاصة ما ذكروه في أنه لا تقبل توبة من قذف عائشة لا شك أنه حتى لو كان يعني هو كفر بعد نزول الآية لكن لو تاب هل يقال بأنها لا تقبل توبته؟ إذا كان القصد لا يطبق عليه الحد فهذا ليس داخلا في الآية لأن الذي لا يدخل عدم تطبيق الحد يشمل حتى الذين يرمون غيرها فإن الذين يرمون غير عائشة من بقية نساء المخصنات إذا تابوا فإن الجلد لا يرتفع عنهم بإجمعه فإذا كانوا يقصدون لا تقبل توبة فيما بينهم وبين الله فهذا فيه إشكال ومحل نظر ولذلك ينبغي التوقف في مثل هذه الفائدة والنظر فيها أكثر وتأمل هذه الفائدة أكثر خاصة أني لم أجد من تكلم في علوم القرآن ذكر لهذه الفائدة مثالا غير هذا المثال والمثال الواحد إذا حصل فيه مثل هذا الإشكال محل نظر فلعل هذه الفائدة تحتاج إلى مزيد نظر بقي فائدة ونختم بها الفوائد وهي سبب النزول من نزلت فيه الآية سبب النزول يعني سبب النزول يعرفنا يوضح من نزلت فيه الآية سبب النزول يوضح من نزلت فيه الآية حتى لا يتهم غيره معرفة سبب النزول يوضح من نزلت فيه الآية حتى لا تحمل على غيره بدافع الخصومة والتحامل هذا له مثال ذكره الشيخ مناع القطال نذكره لكم ونختصر قال ويوضح سبب النزول من نزلت فيه الآية حتى لا تحمل على غيره بدافع الخصومة والتحامل كالذي ذكر في قول الله تعالى والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقت خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين فقد أراد معاوية أن يستخلف يزيد وكتب إلى مروان عامله على المدينة بذلك فجمع الناس وخطبهم ودعاهم إلى بيعة يزيد فأبى عبد الرحمن بن أبي بكر أي بايع يزيد فأراده مروان بسوء لولا أن دخل بيت عائشة وقال مروان إن هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقت خلت القرون من قبلي فردت عليه عائشة وبيّنت له سبب نزولها فعن يوسف بن ماهك قال كان مروان على الحجاز استعمله معاوية بن أبي سفيان فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه فقال عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا فقال خذوه فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه فقال مروان إن هذا أنزل فيه والذي قال لوالديه أفل لكما فقالت عائشة ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن يعني يا ألا أبي بكر إلا أن الله أنزل عذري يعني الدفاع عنها وعذرها وبراءتها وفي بعض الروايات إن مروان لما طلب البيعة ليزيد قال سنة أبي بكر وعمر فقال عبد الرحمن سنة راقل وقيسر فقال مروان هذا الذي قال الله فيه والذي قال لوالديه أفل لكما الآية فبلغ ذلك عائشة فقالت كذب مروان والله ما هو به ولو شئت أن أسمي الذي نزلت فيه لسميته والحديث اخرجه عبد بن حميد والنساء وابن المنذر والحاكم وصححة وهو يدل على أن معرفة السبب توضح الذي نزلت فيه الآية حتى لا يتهم غيره بدافع من العداوة أو الخصومة لعلنا بهذا نختم الحديث عن فوائد أسباب النزول وهي كما رأينا كثيرا متعددة وذلك لأنها من أهم باحث هذا الموضوع أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والله أعلم وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحابه أجمعين